السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت عشرين نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل أيضا موجود في برج العذراء لغاية صباح يوم الغد الأحد لينتقل القمر بعدها لبرج الميزان القمر الآن موجود في منزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة وحدة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الجمعة للسب لينتقل القمر بعديها لمنزلة السماك الأعزل يعني أغلب اليوم القمر رح يكون موجود في السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصلية القمر اليوم أيضا بما أنه موجود في برج العذراء فمنظل على طبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمارين رياضي بتساعدنا في الحفاظ على وزننا ممكن نذهب للعمل بحيوية أكثر ونركز في جميع التفاصيل وندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا إنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة وهاي أفضل فترة للتخلص من عدد سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات يمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكان تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل ومراجعات وفحصات طبية أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية الفلكية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح يكون الساعة 10 و13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ابنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة عشرها وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أيضا الفترة هاي بما أنه فيها إيجابية عالية جدا فبتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة حداعش وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ابتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نجري لها عمليات جراحية كبرى وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد ينراجع الطبيب طبعا أن البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الاثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما باقي أعضاء الجسم اليوم فما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لآخر يوم طبعا لأنه بنت تبدأ مراحل اكتمال القمر مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ويصلح أيضا للقص العلاجي أيضا هاي الفترة جيدة للأشخاص، بدأت يعني الفترة الجيدة للأشخاص اللي حابين يعملوا حجامة فابتداء من اليوم بيقدروا أنهم يعملوا حجامة والأيام القادمة بالنسبة للقمر بما أنه خلقوا المسار القادم بما أنه موجود بالعذراء خلقوا المسار القادم بيكون الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد يعني بيبدأ بعد منتصف هاي الليلة وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و8 دقائق من صباح يوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها للميزان بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر إنحسار المكتمل 12 يوم في تمام الساعة 1 و9 دقائق ظهرا بصير 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 92% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيدة بنسبة 15% القمر في العذراء حتى يوم 21 أربعة سعيدة الآن بنسبة 15% ساعات الفجر منتحسة بنسبة 10% ساعات العصر سعيدة بنسبة 15% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الثورة حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 25% لأنها بدأت تبدأ عملية الاقتران الكاملة مع أورانوس وهي زاوية سلبية زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم أيضا اليوم لأن القمر ما زال موجود في البيت السادس ابتشعروا بالإرهاق بسبب كثرة العباء نضموا عملكم بشكل جيد وحاولوا أنكم ما تهملوا الواجبات حاذروا التبذير ممكن تعالجوا مسائل مالية أو تجدوا حلول للفواتير المتوجبة عليكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم أثبت أو إثبت للمشككين قدراتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز أثابر بالنسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة هدئ من روعك وتوقف عن التفكير قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهمش أنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء بل بليونة تامة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتنشطه في السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب له اجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار تكثر التنقلات والحركة والتواصل فترة ممتازة العقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء أنك ما تكثر من مطالبك وتجنب اعتماد أسلوب فض أثناء الحوار ويبتعد عن التحديات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء أنك ما تتسرى في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على عقد وحدد أهدافك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية تحسم أمورك وبتقرر على أشياء جديدة ممكن تفرح لإنفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديتك ممكن تنهي مفاوضات لمصلحتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا برضو يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في ذوامة من الكآبة والإحباط هذه فترة تعتبر فترة إرهاق وتقاعص ابتعد عن الأجواء الساخبة والأماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منكم هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك فرصة غربلة ومعرفة الصديق من العدو اظهر انفتاح واهتمام برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات أو بالدفاع عن مصالحهم بإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة تتلقى عرض أو ممكن تجد نفسك في موقع مهم فكون عند حسن الظن بك اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسيامة لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطف وتجاوب أحبائكم معكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة اطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية أو هموم صحية وعائلية وباستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت من نسبة لموليد برج الحوت هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن يعني بسبب تراجع طارد وأيضا التقابل وطاقتك الضعيفة فما بنصح إتمام خطبة أو زواج بهاي الفترة أو توقيع عقد تجاري ولكن ممكن تبحث هاي الأمور وتجهزها للأيام القادمة وحاول إنك خلال هذا اليوم تحذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي أن كان ممكن تواجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم وحاول إنك ما تخالف القوانين عشان ما تدن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا